تمام بسم الله الرحمن الرحيم اليوم موعدنا إن شاء الله مع برنامج الورد وبرنامج الورد هو أول البرامج الموجودة في الحقيبة رقم 2 اللي هو بعنوان التطبيقات الأساسية بندرس فيها إن شاء الله في الحقيبة الثانية الورد والإكسل والأكسز والبار بوينت وبنكمل إن شاء الله في جزء نظر كده في نهاية الواحدة أو المقرر طيب برنامج الورد هو أحد برامج معالجة النصوص وبرنامج الورد هو أحد برامج معالجة النصوص اللي موجود في مجموعة الأوفيس إحنا قلنا إن إحنا عندنا أنقنعين من البرامج برامج بتنزل مع الويندوز وبرامج بتنزل مع الأوفيس برامج الويندوز زي البرامج اللي موجودة في البرامج الملحقة واللي إحنا أخذنا منها أمس الدفتر والرسام والمفكرة تمام؟ وأداة القاطع وهذه البرامج إنما برامج الأوفيس زي الورد والإكسل والأكسز والبوربينت والأوتلوك ودي أشهر البرامج اللي موجودة في الأوفيس طيب الدخول لبرنامج الورد يا شباب عندنا طريقتين للدخول لبرنامج الورد أول طريقة إن أنا ممكن أجيبه من البحث ونكتب اسمه هنكتب برنامج الورد هيظهر معي على طول هنا موجود في القائمة أضغط على الورد هيفتح معي برنامج الورد ثم ندخل على مستند فارغ دي طريقة الطريقة الثانية هروع على زر إبدأ ونجيبه من القائمة إبدأ اللي احنا شرحناها أمس اللي هي عندي ثلاث قوائم في قائمة إبدأ بجيب من القائمة اللي هي قائمة البرامج بنزل وبختار برنامج الورد اللي هو مرتب أبجادياً وبندغط على برنامج الورد أول ما بفتح البرنامج بيجي لمستند فارغ وعدد من القوالب اللي موجودة في برنامج الورد فمثلاً لو أنا جيت ضغط على مستند فارغ هنفتح مستند فارغ الوقت ونتعرف عليه لكن نشوف القوالب مثلاً عندي قالب زي قالب السيرة الزاتية بافتح قالب السيرة الزاتية وبقول له إنشاء وأقدر إن أنا أعدل إيه؟ أعدل عليه يعني أشيل مثلاً المسمى الوظيفي أكتبه هنا وبدخل على السيرة الزاتية وببدأ بعدل فيها دي القوالب اللي موجودة عندي بعد ما أعدل مثلاً القالب اللي موجود بنضغط ملف وبنقول له حفظ بإيه؟ حفظ بإسم طيب تعالا بقا نروح نشوف إزاي ندخل على المستند مش القوالب هندخل على برنامج الورد ونختار مستند فارغ طيب أول ما بفتح مستند فارغ ننتعرف على وجهة برنامج الورد أول شريط فوق على اليسارة عندي فوق هذا الشريط اسمه شريط الوصول السريع شريط الوصول السريع وبعدين في الوسط اسم الملف أو اسم المستند وبعدين موجود عندي لو أنت مسجل إيميلك هيدخل إيميلك هيدخل إيميلك وإسمك وبعدين عندنا هنا الأزرار التصغير والتكبير والإغلاق طيب تعال نشوف شريط الوصول السريع شريط الوصول السريع سمية بهذا الاسم علشان أننا ممكن أخصص بعض الأوامر اللي بحيث أنها تكون موجودة أمامي مثلا زي أمر مثلا معينة قبل الطباعة تمام؟ بدل مفتح ملف واختار طباعة ومعينة قبل الطباعة طيب إزاي نخصص الأوامر؟ عندي الأوامر موجودة هنا اللي قدامه علامة صح هو الأمر اللي ظاهر عندي على الشريط واللي مقدموش صح ده مش موجود فمثلا أمر فتح لو أنا حابب أظهره بنضغط على أمر فتح بيظهر معنا أمر فتح يبقى ده بخصوص شريط الوصول السريع ويعرفوا اسمه علشان محتاجين لو أنت حبيت تخصص الشريط أو كده أو جالك أسئلة على اسم شريط الوصول السريع تبقى أنت عارف شريط الوصول السريع طيب منتقل الجزء اللي في الوسط ده اسم الملف مكتوب هنا مستند واحد وورد طبعا أنا لسه ما حافظتش الملف فالورد أعطاله مستند واحد إلى أن أنا أعطي للمستند اسم جديد طيب لو رحت أفتح مثلا من شريط الوصول السريع جيت أفتح مثلا مستند جديد ونضغط على جديد كده هيقوم كتب لي مستند اثنين يبقى أنا أفتح عندي مستندين وهكذا إلى أن تحفظ الملف هيتغير المستند من مستند واحد ومستند اثنين إلى الاسم اللي أنت حفظت به طب تعال نحفظ كده بالاسم هروح على ملف وأختار حفظ ونختار استعراض عشان نحدد مكان الحفظ وبعدين أختار سطح المكتب وأجي أكتب اسم الملف مثلا هقول له مثلا الخوارزمي ونقول له حفظ لاحظ هنا أن كلمة مستند اتغيرت إلى كلمة الخوارزمي يبقى الكمبيوتر أو الأوفيس بيعطي لي المستند اللي أنت فتحه كلمة مستند مستند واحد أو ستنين أو ثلاثة طبعا احنا اتكلمنا يا شباب على امتدادات ملفات الورد اللي هو DOCX لحد سنة 2003 كان DOC بعد 2003 2007 2013 و16 بقى VOC يبقى ده أعرف على طول إن ده امتداد ملف الورد احنا قلنا فايدة الامتداد برضو بنذكركم فايدة الامتداد إن هو بيعرف الكمبيوتر أو بيعرف نظام التشغيل إيه البرنامج المناسب علشان يفتح هذا الملف طيب ناخد برضو امتداد الاكسل XLSX الباوربوينت BBTX الدفتر TXT عفوا المفكرة TXT الدفتر RTF الامتدادات دي لازم تعرفوها علشان انتوا شفتوا الأسئلة بتيجي عليها ننتقل للجزء اللي على اليسار هنا مكتوب اسم المستخدم مستخدم الجهاز اللي هو ربطه بالاميل بالاميل الخاص بالمستخدم نيجي بقى على الزر اللي بعده هنا يا شباب اللي هو خيارات عرض الشريط والزر ده مهم لو انا جيت فتحته هيظهر عندي ثلاث اختيارات اول اختيار اسمه إخفاء الشريط تلقائيا يعني هيختفي هيختفي كل الأدوات اللي فوق طب لو جيت فتح خيارات عرض الشريط اقول له إظهار علامات التبويب هيظهر لي بس علامات التبويب لكن الأوامر الخاصة بالتبويبات مش ظهرة طيب امتى اظهر علامات التبويبات هنفتح الزر وبعدين نختار اظهار علامات التبويبات أو التبويب والأوامر اللي هي المجموعات اللي موجودة وكل مجموعة فيها أوامر زي ما هنشوف بعد شوية يبقى الزر ده اسمه خيارات عرض الشريط لو انت جيت تفتح الكمبيوتر ولقيت مثلا التبوبات مش ظهرة او الاوامر مش ظهرة يبقى انت تشوف الزر اسمه خيارات عرض الشريط ننتقل بعد ذلك لليسار شوية عندنا زر هنا تصغير والتصغير هنا معناه مش غلق البرنامج ولكن تصغيره على شريط على شريط المهام انا تصغيره على شريط المهام اقدر افتحه لكن البرنامج شغال وطبعا البرنامج مصغر على شريط المهام بياخد جزء من الذاكرة رام مهمتها انه تشيل البرامج اللي شغالة حاليا النشطة تمام فاي برنامج انت فتحه او مصغره مصغره على شريط المهام هو واخد حيز من الذاكرة رام طبعا اقدر استدعي البرنامج الملف الورد اللي هو باسم الخوارزمي من شريط المهام هيفتح معا نيجي للزر اللي بعد كده اللي هو اسمه زر مستعادة للأسفل لو انا ضغطت عليه كده هيصغر لي نافذة الورد بحيث ان انا اقدر اشوف خلفية سطح المكتب وليست مصغرة على شريط المهام لو ضغطت على الزر مرة اخرى هيقول لي تكبير ننتقل للجزء ناحية اليسار الادات اغلاق طبعا اغلاق اول ما بوصل عليها كده بتاخد اللون الاحمر معناه ان انت يعني بينبهك ان انت المفروض تحفظ الاول قبل ما تسوي اغلاق تمام طيب كده تعرفنا على الجزء العلوي من نافذة او من نافذة برنامج الورد طيب في عندي على اليمين فيه مصطرة المصطرة ديت مصطرة رأسية وفي عندي مصطرة افقية تمام طيب علشان اصغر المصطرة اوخ فيها بروح على تبويب عرض احنا قلنا الجزء الازرع ده اسمه تبويب هنروح على تبويب عرض واشيل علامة الصح منه قدام المصطرة او من امام المصطرة هتوحزى في المصطرة طيب لو لقيت المصطرة محزوفة وحابب تعرضها بتروح على تبويب عرض وتحط علامة صح بتظهر معاك المصطرة العمودية والأفقية الاثنين بيظهروا مع بعض طيب ننتقل للجزء السفلي من نافذة الورد في عندنا الشريط اللي موجود تحت هنا اسمه شريط الحالة شريط الحالة طيب الشريط الحالة ده مكتوب مثلا الصفحة من واحد لواحد طبعا لان انا فتح صفحة واحدة لكن لو فتحت صفحتين كده وانضغطت انتر كده وانزلت هيقول لي مثلا انت واقف في الصفحة bart الاقف Justice رقم اتنين من اتنين يعني عدد مجموع الصفحات اللي موجودة عندي هنا اتنين وانت واقف في الصفحة رقم كام اتنين لو وقفت في الصفحة وواحد اقول لي انت واقف في الصفحة كام واحد أو الأ وممكن نستفيد من موضوع عدد الكلمات في ان انا مثلا لو انا بشوف السرعة الكتابة ليا ان انا اكتب وشوف الوقت اللي انا استخدمته مثلا عشر دجاي اشوف كم كلمة كتبتها في الدجاي طيب بعد كده بقولك اللغة العربية احنا شغالين هنا باللغة العربية لو رحنا على الناحية الاخرى من الشاشة الناحية اليسار ووضع القراءة في عندي هنا تلات طرق لوضع لوضع العرض اول شيء هنا وضع القراءة والنوع التاني الي هو تخطيط الطباعة والنوع التالت الي هو تخطيط ويب طبعا وانت بتكتب يفضل ان انت تكون مختار الوضع الي هو تخطيط الطباعة تمام? وده موجود هتلاقيه فين فيه تبويب عرض برضو نفس الشيء وضع القراءة هذا وضع القراءة بضغط اسكيب عشان ارجع تاني للنافذة وتخطيط الطباعة وتخطيط ويب لو رحت اقصى اليسار هتلاقي هنا اللي هو التكبير والتصغير تكبير وتصغير منظور الشاشة او منظور النافذة يعني مثلا هنا بقولك انت النافذة عندك 68% لو انت سحبت المؤشر كده هتلاقي النفذة بتزيد معاك ويكتب لك النسبة المأوية اللي موجودة عندك طيب ده كان التعرف على واجهة برنامج الورد تعالى ندخل بقى على القوائم والتبويبات انا عندي هنا اول تبويب على اليمين تبويب ملف او يسمى قائمة ملف يعني قلت تبويب صح تبويب ملف صح قائمة ملف صح بس في حالة ملف بس لكن الباقي كله هيبقى اسمه تبويبات طيب تعالى نشوف ملف ايه الاوامر اللي موجودة عندنا عندي امر جديد وامر فتح طيب امر جديد هيفتح لك مستند جديد وامر فتح لو انا جيت مقرت عليه كده بالماوس هيفتح لك كل الملفات اللي موجودة عندك على الجهاز وتقدر تختار منها او تضغط على استعراض وتشوف موقع الملف اللي انت عايز تفتحه وتضغط عليه وتقول له فتح ده بالنسبة لجديد وفتح طيب تعالى نروح على معلومات لو جينا لمعلومات هنا بيجيب لك معلومات عن معلومات عن الملف اللي شغال فهنا بقول لك الحجم حجم الملف 11 كيلو بايت يعني هو حجم الملف 11 كيلو بايت وعرفنا الكيلو الكيلو بايت بيساوي 1024 بايت والبيت الواحد مكان لتخزين حرف الصفحات اللي موجودة هنا اتنين الكلمات واحد وقت التحرير 9 دقائق التعديل الاخير الساعة كذا وهكذا طيب تعالى نروح على حماية المستند اول جزء عندي هنا في المعلومات حماية المستند وحماية المستند ديات بتيجي في الاختبار يا شباب وهتشوفه اسئلة جات في الاختبارات التجربية كتير لو انت حابب تحط كلمة مرور للملف كلمة مرور للملف شاملة الملف هنقول التشفير باستخدام كلمة مرور هنضغط على التشفير ونحط كلمة مرور مثلا وليكن عشرة نقول له موافق اقولك قاعد كلمة المرور هقول له عشرة موافق طيب وبعدين انتقل كده وحاول اخرج من الملف ونشوف كلمة المرور هيتطلبنا بيها ولا لا بس قبل ما تخرج هيقولك اضغط على حفظ ضغطنا على حفظ طيب الملف اللي عندنا كان اسمه الخوارزمي نروح نضغط عليه هيقول لي ادخل كلمة المرور ندخل كلمة المرور هيفتح معا طيب ده الجزء الاول او الاداء الاولى في المعلومات اللي هو حماية المستند وده انت مطالب بيها تعرفها طيب لو انا جيت ضغطت بعد كده وانه اخترنا تقييد التحرير هنا تقييد التحرير تقييد التحرير مش معناها ان انت تحط كلمة مرور للملف باكمله وإلا مش هيكون فرق فيه فرق بين التقييد وكلمة المرور اللي احنا حطناها من شوية في عندي نوعين من التقييد قيود على التنسيق وقيود على التحرير قيود على التحرير طيب لو انا جيت اخترت مثلا قيود على التنسيق اخترت اعدادات هنا بقولك يؤدي تقييد التنسيقات الى استخدام الانماط الانماط اللي انت اخترتها فين في الملف يعني مش هتقدر تغير اي انماط انت استخدمتها اي تنسيق استخدمته مش هيسمحلك ان انت تغير هذه الانماط طيب تعال نشوف نحط كلمة مرور كده خلص يعنينا ممكن اختار قيود على التنسيق وبعدين اقول له نعم ابدأ بفرد الحماية هنضغط ابدأ بفرد الحماية ونحط كلمة مرور طبعا كلمة المرور هنا غير كلمة المرور للملف اقول له مثلا كلمة المرور هنا مثلا مي قاعد ادخال كلمة المرور هنحط ايه مي ونقول له موافق يبقى انا هنا مش هقدر اغير في التنسيقات اللي موجودة ولا في الانماط اللي موجودة ولا في انواع الخطوط ولا في الكلام يبقى ده الجزء الاول من تقييد الايه من تقييد التحرير طيب لو انا رحت على ملف ونشوف الجزء التاني من تقييد معلومات وقدرت حماية المستند وقلت له تقييد التحرير طبعا هو هنا مجفلي في المستند مجفلي لايه تقييد التحرير خلاص لانت حطيت كلمة المرور فانا عايز افتح التقييد هقول له ايقاف الحماية ودخل كلمة المرور اللي هي مية هيفتح للايه التقييد هروح احط هنا قيود على التحرير قد بالك بقى قيود على التحرير ان انت مش عايزك تعدل فيه وبعدين هفتح السهم هنا وقوله بلا تغيرات للقراءة فقط وبعدين نقوله نعم ابدأ بفرض الحماية دخل كلمة المرور هقوله مية مثلا وكلمة المرور هنا ايه مية ونقوله موافق طيب كده المفروض لو احنا جينا كتبنا شوف لو انا جيت كتبت ما يكتبش معاي خلاص تبقى انت هنا عملت قيود على التحرير ودي بييجي فيها سؤال في الاختوار لازم يجي لك فالسؤال في الاختوار في الوربس قيود على التحرير عن الوقت بكتب كده يا شباب ما بيكتبش معاي طيب نفك القيود رح اضغط على ايقاف الحماية وده اختل كلمة المرور مية ونقوله ايه موافق فتح معانا لايه كده تقدر ايه تكتب يبقى اللي انا عايز اقوله ان احنا عندنا الوقت في قائمة ملف عشان نخرج من النقطة ديت في معلومات عندنا في الحماية المستند في التشفير باستخدام كلمة مرور للملف باكمله تمام ما في حد هيقدر يدخل على الملف غير ما يكون عارف كلمة المرور وفي وفي تقييد الايه تقييد التحرير وتقييد التحرير عندنا منه نوعين قيود على التنسيق تنسيق الامات اللي موجودة والاشكال والاطارات وحدود الفقرات والكلام ده كله دي اسمها التنسيقات ما تقدرش يتعدل فيها تمام اما قيود على التحرير هيمنعك ان انت ايه تكتب ويكون الملف للقراءة فقط نكمل يا شباب نروح على ملف ونختار معلومات وبعدين نختار حماية المستند في عندنا وضع علامة كنهائي وضع علامة كنهائي يعني انت مثلا هو طبعا وضع علامة كنهائي مش هيشفر الملف ويحط له كلمة مرورة ولا هيمنعك ان انت تسوي ايه شيء بس هيعلمك في بداية المستند ان المؤلف اللي كتب هذا المستند خلاص رجعه وحاطت كلمة وضع علامة كنهائي سيؤدي وضع علامة كنهائي هنقول له موافق طيب كده اول ما تيجي تفتح الملف هيقول لك ايه معلم معلم كنهائي وضع المؤلف علامة كنهائي على هذا المستند طبعا انت لو جيت ضغط على تحرير على اي حال خلاص تقدر انت ايه تكتب بس الفكرة ان هو كده بيعلمك ان المستند معلم كنهائي طيب ده الاشياء المهمة الموجودة عندنا في قائمة معلومات خلاص تتم انتظر للحفوز بوقوف لو انا بافتح الملف لاول مرة او بحفظ الملف الاول مرة باضغط على حفظ بدغط على ايه بار وحابب ان انا اجدد الحفظ مثلا كتبت مثلا باسم الله الرحمن الرحيم وعايز اجدد الحفظ بنروح نقوله ملف ايه حفظ او من شريط الوصول السريع حفظ لانه ممكن ايطالبك في الاختبار يقولك احفظ من شريط الوصول السريع او من قائمة ملف او يقولك مثلا لاختصار باختصار لوحة المفاتيح يبقى انا اعرف اختصار الحفظ كنترول ايه كنترول اس كنترول اس حفظ طيب كده حفظ وحفظ بايه وحفظ باسم نروح على طباعة اول ما بفتح الطباعة هنا بيقوللي عدد النسخ كام عدد النسخ اللي انت هتطبعها في الورقة في كل ورقة هقول له مثلا واحد او اتنين او تلاتة احدد منهن طيب الطباعة اقدر انا ممكن اسبت على الكمبيوتر يا شباب عشان برضو لو جلنا سؤال اقدر اسبت على الكمبيوتر اي عدد من الطبعات واثناء الطباعة افتح هنا اسم الطباعة واختار ليه الطباعة اللي انا هتطبع عليه تمام طيب يبقى ده عدد النسخ وهنا اسم الطبع اللي انت هتطبع عليها لو انت موجود على جهازك اكتر من طابعة مثبتة بعد كده عندي طباعة كافة الصفحات هنفتح السهم هيتطلبك مثلا انا عندي هنا كم صفحة عندي هنا كم ورقة صفحتين هقولك طباعة كافة الايه الصفحات لو انت حابب تطبع الصفحات كلها مثلا صفحة اثنين ثلاثة طيب طباعة التحديد لو انت مثلا هتحدج النص نص بس اطبع الايه النص المحدد او طباعة الصفحة الحالية طيب الصفحة الحالية تعتبر اي صفحة اللي هي الصفحة الموجود فيها مؤشر الكتاب طيب الصفحة الحالية هي الصفحة الموجود فيها مؤشر الكتاب طيب في عندنا اختيار تالت اللي هو طباعة مخصصة طباعة مخصصة يعني مثلا نقول له عايز اطبع من الصفحة رقم واحد للصفحة رقم ستة لو انا عندي مستند مثلا فيه اكتر من ست صفحات هقول له من واحد شرطة ستة يعني طباعة من واحد لستة لكن موجود عندنا برضو افرد قالك من واحد لستة والصفحة رقم تسعة كمان طيب نسويها ازاي شباب هكتب واحد شرطة ستة شرطة هنا من اللوحة الرقمية وبعدين اخد فصلة وقل له تسعة يبقى ده معناه من واحد لستة وبعدين كمان اطبع الصفحة رقم ايه رقم تسعة اخدوا بالكم من ده لان بيجع عليها سؤال في الاختبار التجريب من واحد الى ستة فصلة تسعة يعني اطبع الصفحات من واحد لستة وكمان الصفحة رقم تسعة ده خاص بالايه بالطباعة المخصصة طيب بعدين طباعة على وجه واحد لو انت حابب تطبع على وجه واحد او طباعة على كلا الوجهين طبعا هتطبع الورقة وبعدين الورقة انت تقلبه تاني في الطبعة على الورقة الجهة الفاضية واتدخلوا للطبعة طيب بعد كده ترتيب الصفحات ترتيب الصفحات ترتيب الصفحات ترتيب الصفحات يعني هيتبع لك لو انت مثلا المستند عندك ثلاث صفحات يتبع لك واحد اثنين ثلاثة وربعه وبعدين يرجع يتبع واحد اثنين ثلاثة وهكذا ولا يتبع من واحد ثلاثة نسخ ومن اثنين ثلاثة نسخ وربعه ومن ثلاثة ثلاثة نسخ مع بعض ده اسمه ترتيب الايه ترتيب الصفحات الاتجاه احنا عندنا في الورقة لا تخرج منها الطبعة احتمالين للاتجاه اما ان تكون عمودية زي الشاشة اللي قدامي كده الصفحة اللي قدامي كده ده اسمها صفحة عمودية او صفحة افقية زي الشهادة زي الشهادات زي الشهادة ان شاء الله اللي هتحصلوا عليها الاي سي سري هتكون يعني اغلب الشهادات بتكون بشكل ايه بشكل افقي ده شكل ايه الاتجاه الافقي طيب بعد كده الورق نوع الورق اللي موجود عندك وده برضو مهم يا شباب عندنا الورق الافتراضي عندنا اللي هو الاي فور وعطيك مقاسه واحد وعشرين سنتي في تسعة وعشرين فاصل سبعة والاي فايف والاي سري وهكذا طيب افرض انك اختار نوع الورق يكون مثلا ليجل هنختار نوع الورق ليجل او هنختار ليتر تمام على حسب ما يطلب مني في نوع الورق بعد كده الهوامج الهوامج ما اعطيني هوامج جاهزة انت ممكن تستخدمها طبعا الهوامج اللي هي المناطق الايه الفارغة في الاربع جوانب من النص يسار ويمين واسفل وايه واعلى فطبعا هنا عطيك عادية ممكن نقولك عادية ضيقة متوسطة عريضة وده يجي كده بالنص كده يقولك اجعل الهوامج المستند مثلا متوسطة او ضيقة او عادية تمام او معكوسة معكوسة يا شباب يعني الصفحة اليمين تكون صورة معكوسة للصفحة اللي على اليسار مثلا لو انت بتفتح كتاب كده اتلاقي ان الهوامج اللي على اليمين صورة والورقة اللي على اليمين هوامج الورقة بتكون صورة معكوسة للصفحة اللي على اليسار والعكس تمام يبدي اسمها الهوامج المعكوسة طيب افرض انا مش عايز من الهوامج اللي موجودة دي خالص وبعدين عايز هوامج مخصصة انا اللي اصيغ الهوامج بنفسي اروح اضغط على هوامج ايه هوامج مخصصة هيفتح لي هنا الهوامج هيطلع عندي هنا نافذة باسم اعدادات الصفحة نافذة باسم اعدادات الصفحة وفيها ثلاث تبويبات هوامج وورق وتخطيط وبعدين ندخل الهوامج طيب في عندنا احنا لسه ايه من شوية ان انا عندي اربع انواع من الهوامج هامش علوي هامش سفلي ايصر ايمن طيب هوين اكتب لي هامش اسمه هامش التوثيق هامش التوثيق وبعدين اباله كاتب موقع هامش التوثيق طيب هامش التوثيق اللي هو المكان اللي انت هتدبس منه الورق او هتخرم منه الورق تمام لو انت عندك مثلا هتطبع مجزمة او كده عشان التدبيس ما يجيش على الكتاب فتعالى لنشوف مثلا لو انا عملت هامش التوثيق كده مثلا عشان تشوف شكله في المعينة واحد وستة من عشرة وبعدين قلت له ايه يمين يبقى هو موقعه هيكون يمين الايه الورق بحيث ان النص ما يجيش على الهامش وبعدين نختار افرد انا اخترت مثلا اعلى يبقى هامش التوثيق هيكون اعلى طيب قلت له مثلا يسار لو انت مثلا هيكون الملزمة انجليزي مثلا باللغة الانجليزية طيب ليه مش محططي هنا في الاسفل عشان ما ينفعش ان احنا ندبس الورق او نخرامه من الاسفل من الناحية السفلة طيب احيانا يقول لك مثلا اضبط الهوامش مثلا الاعلى بكذا والايصر بكذا والايمن بكذا ويقول لك يا اما بالسانتي يا اما بالبوسة طيب افرد هو طلب مني بوسة واللي موجود عندي هنا سانتي طبعا المحاكي هيكون اللي انت هتشتغل عليه احنا قلنا الاسئلة الورد هيكون شغل عملي فهيكون الورد هنا ما كتب لك بوسة وانا هشرح لك الوقتي ازاي نحول بعد شوية هقول لك ازاي نحول من سانتي الى بوسة لكن في النوافذ اللي احنا فتحنا دي مش هينفع انها تتحول الآن لازم هنروع على خيارات واورعه لك الآن فممكن يقول لك اجعل الهامش العلوي والايصر والسفلي كذا من هذه النقطة يبقى شوف من هذه النقطة يا شباب هنفتح السهم هنا ونختار من هذه النقطة تمام او من كامل المستند من هذه النقطة يعني مكان ما المؤشر موجود تختار تظهر عندك الهامش اللي انت اخترت يبقى المطلوب عندك هنا شوفه عندك برضو هنا عمودي او افقي يبقى عمودي او افقي ظهرت عندي هنا في موضعين موضع الاول في اعدادات الصفحة في الهوامش والموضع التاني والموضع التاني ظهرت فين في داخل الورد نفسه ممكن نختار عمودي او افقي والموضع التالت يا شباب عندنا برضو هنا فين في اتجاه عمودي او اتجاه عمودي او افقي اتجاه عمودي او افقي يبقى اتجاه الصفحة كده ظهر معنا في ثلاث مواضع في اتباعة في الاتجاه وداخل الورد نفسه في تبويب تخطيط وفي الهوامش الصفحة طيب بعد كده نشوف في الاختيار الاخير هنا بتكتب لي صفحة واحدة لكل ورق طيب افرض انا عشان اوفر الورق وفي سؤال كده بالتحديد يقولك اطبع ورقتين في كل في كل صفحة لتوفير الورق يبقى انت هتختار صفحتين لكل ورق يبقى كل صفحتين عندي على الشاشة هينطبعوا فين في ورق طبعا ده هيأثر على حجم الورقة يعني هتكون الورقة اصغر ولو اخترت اربع صفحات هتكون اصغر ولو اخترت ست صفحات هيكون حجم الورقة اصغر وهكذا تمام؟ لحد عندك ممكن متاح لك ان انت تطبع 16 صفحة لكل ايه لكل ورقة بس تخيل حجم الحجم هيكون ازاي في 16 ورقة اللي مطبوعين في ورقة طيب كده يا شباب موضوع الايه نافذة الطباعة احنا تكلمنا عنها بالتفصيل طيب نيجي بقى على موضوع ازاي نحول ازاي نحول من سانتي الى بوصة ومن بوصة الى سانتي والارقام واسماء الشهور والكلام ده طبعا انت لو جاي طلب منك في الاختبار وقالك ان اجعل مثلا هوامش الصفحة تكون بالسانتي تكون مثلا اتنين بوصة المحاكية هتلاقي مو مزبوط عندك بالبوصة لكن ممكن يسألني بقى سوال يقول لي غير غير معيار القياس في ملف الورد من بوصة الى سانتي او من سانتي الى بوصة يبقى هنا يا شباب هروح افتح ملف وبعدين اختار اخر اختيار اللى هو اكثر وبعدين نختار خيارات وبعدين نختار خيارات وبعدين اروح على خيارات متقدمة طيب وتعالى نشوف بقى وحدة القياس هنا كده نمشى مع بعض كده وحدة القياس طبعا هنا الارقام هنفتح هنا هتلاقي مكتوب عندك السياق وعربية وهندية لو انت اخترت عربية يبقى كل الارقام عندك هتكتب انجليزي خد بالك لو انت اخترت ارقام عربية يبقى كل الارقام هتكتبها هتكتب معك انجليزي طيب لو انت اخترت هندية يبقى كل الارقام حتى لو انت حولت انجليزي هاي يكتب الارقام عربية يبقى العربي انجليزي والهندي عربي السياق العربي يكتب عربي ولو انت حولت انجليزي يكتب انجليزي النظام على حسب نظام الويندوز نفسه ممكن يكون عندي ويندوز بس انجليزي خلاص يبقى هيكتب الارقام انجليزي ويندوز عربي يبقى هيكتب عربي فافضل الاختيار عندنا هو السياق طيب عايزين نشوف كده يا شباب ازهار القياس ازهار القياس باية بوحدات الصمتي دي المهمة عندنا يبقى الارقام ووحدة القياس هنفتح السهم ونحولها مثلا الى بوصة ونقول له موافق تعال بقى نشوف كده نشوف الهوامش ملف طباعة ونروح على هوامش هتلاقي الهوامش هنا كدت مقياس البوصة الشرطتين هنا اللي فوق الواحد معناه ايه بوصة ونحن قلنا البوصة بتعادل اثنين سنتي ونص تقريبا يبقى الواحد بوصة يعادل اثنين سنتي ونص يبقى دا طريقة ازاي تغير الارقام والافضل ان احنا نخليها على حسب السياق والبوصة ونحن قلنا البوصة تمام لو قال لك غير وحدة القياس في المستند الحالي الى البوصة طيب في وحدات تانية غير البوصة تعال نشوفها كده اكثر خيارات وبعدين اختار خيارات متقدمة وبعدين نروح نشوف البوصة هنا نفتح ونشوف هنا في عندي سنتيمتر سنتيمتر وفي ملي متر وفي نقاط وفي بيكة طبعا دي كلها وحدات قياس لكن اللي بيخصنا احنا هنا في منطقتنا اللي هو البوصة والسنتيمتر البوصة والسنتيمتر طبعا بنغيرها السنتيمتر وبنقول ايه؟ وبنقول موافق وبنقول هنا يا شباب موافق طيب احنا كده عرفنا ازاي نحول وحدات القياس وازاي نشوف ايه؟ ازاي نشوف الارقام نحولها تعرف ان الارقام الهندية بتكتب معاك عربية والعربية بتكتب معاك انجليزي ده كان قائمة ملف تبقى كل اللي احنا اتكلمنا عنه ده الوقت كله ده كان قائمة ملف وطبعا بيجي منه اجزاء كتيرة جدا في الاختبار من ضمنها تقييد التحرير وتشفير كلمة التشفير باستخدام كلمة مرور والهوامش وطبعا البوصة والسنتيمتر والكلام دا كلها طيب نروح لتبويب الشريط الرئيسي تبويب الشريط الرئيسي تبويب الشريط الرئيسي بينقسم لعدة مجموعات تبويب الشريط الرئيسي طيب كل مجموعة فيها عدد من الاوامر وبعدين في نهاية كل مجموعة كده هتلاقي فيه زر صغير كده الزر ده بيطلق عليه اعدادات وتقول اسم المجموعة يعني اعدادات الحافظة اعدادات الخط اعدادات الفقرة اعدادات الانماط وبيكون فيه اوامر مختلفة عن الاوامر اللي ظاهرة عندهم اوامر اضافية طيب تعال نشوف تبويب الحافظة تبويب الحافظة فيه عندي امر اسمه نسخ وامر اسمه قص وامر اسمه لصق وبرضو يا شباب ده بيجي في الاختبار همشوف في الاختبارات التجربية اسئلة عن الموضوع واقولك الاسئلة بتيجي ازاي مبدئيا لازم تحفظي اختصارات النسخ والقص واللصق يعني مثلا الامر النسخ بلوحة المفاتيح ايه؟ ايبقى كنترول سي طيب تعال نطبق الكلام ده كده قبل ما ننسخ يا شباب لازم نعمل تحديد محدد النص يعني ايه تحديد؟ يعني باعلم الورد بقوله ان الجزء ده اللي انا هسوي عليه الامر طيب التحديد عندي فيه اكتر من طريقة الطريقة الاولى ان انا هجيب المؤشر من الناحية اليمين واسحب ناحية اليسار الطريقة الثانية ان انا هاجي من ناحية اليسار واسحب ناحية اليمين وانا ضغط بالماوس مستمر في الضغط بالماوس الزر الايسار الطريقة الثالثة ان انا هضغط على هضغط على الجملة اللي انا وافع عليها اوسط ثلاث مرات بسرعة ثلاث نقرات بسرعة اسرع ثلاث نقرات عندك فيه الماوس يبقى فيه ثلاث طرق للتحديد طيب فيه عندي اختصار اسمه كنترول A كنترول A ده شوف حددلي كامل المستند شوف كامل المستند انا عندي هنا صفحة ايه يبقى حددلي كامل الصفحة ايه افرض عندي مية صفحة يحددلي كامل المية صفحة يبقى ده اسمه كنترول ده اسمه كنترول زائد حرف الايه حرف الايه ده فايدته ايه يا شباب ده تحديد كليه تحديد كامل المستند واغلب برامج الاوفيس الورد والبار بوينت والاكسل هذا الاختصار موجود وشغال وفعال في كل الايه برامج الاوفيس طيب حددت النص بسم الله الرحمن الرحيم وجدت ضغطت على نسخ طيب انا هاضغط باختصار روحة المفاتيح هقول كنترول سي ونيجي في اي مكان تاني كده ونقول له كنترول في كنترول في يعني لسق ايه الفرق بين النسخ والقص تعال نشوف القص بعد كده القص لو انا جد حددت كده وضغطت كنترول اه اختصار القص ايه كنترول اكس يبقى هو قص الايه الاصل ونروح في اي مكان فاضي كده ونقول له كنترول V عشان كده هتلاقي امر اللصق كبير يعني واخد حجم الثلاث ايه او الامرين التانين اللي هو النسخ والقص طيب السؤال يجيلي ازاي في الاختبار ده سؤال الموجود بالفعل يقول لك انسخ الفقرة التي تبدأ بكذا باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح ولسقها قبل الفقرة اللي تبدأ بكلمة كذا وهنشوف في الوقتي الفقرات طيب كده يا شباب احنا اتكلمنا عن النسخ والقص واللصق ولازم تحفظوا الاختصارات نسخ كنترول سي قص كنترول اكس لصق كنترول ايه كنترول في عندي امر جديد هنا اسمه نسخ التنسيق نسخ التنسيق طيب نشوف الامر ده فيديته ايه ان انت مثلا لو جيت على الكلمة الاولى كده وكبرتها خدت حجمي مثلا 48 وديتها لون مثلا احمر زي كده وقلت له خلي الخط مائل تمام ومسطر كمان عملت اكتر من تأثيره عايز انسخ كل التأثيرات ديت انسخ على الكلمة التانية ممكن الكلمة او الجملة التانية تكون بسم الله الرحمن الرحيم او غير بسم الله الرحمن الرحيم اي جملة تانية فاول خطوة هروح نقف على الجملة الاولى ونختار نسخ التنسيق نختار نسخ الايه التنسيق واجي في اول الكلام في الجملة التانية هيجي معايا فرشة ونضغط ونسحب ناحية الايه اليسار هياخد نفس الايه التأثير والاداة دي مهمة جدا يا شباب في ايه؟ لو انت مثلا بتكتب مثلا كتاب او مذكرة او كده وعايز تخلي العنوين كلها تاخد نفس الخط ونفس الحجم فانت ممكن تزبط عنوان واحد وتبدأ تعمل نسخ للتنسيق للعنوان لبقية الايه العنوين الاخرى دي اداة اسمها نسخ الايه التنسيق نعيدها تاني كده طبعا في عندنا اختصار كل الاختصارات هذكركم بها واحنا ماشي كنترول زد تراجع كنترول زد تراجع عن اخر عملية قمت بها يعني انا كبرت او نسخت عملت نسخة تنسيق سويت كنترول زد فرجعنا للنص الاصل بنقف على الخط يا شباب اللي فيه تنسيق مش لازم احدده بس قف عليه بالمؤشر كده وبعدين اختار نسخة تنسيق واما اجي من الاول او اجي من الاخر مينفحش من الوسط نيجي من الاول او من اخر الجملة ونضغط ونسحب نحية الداخل لو انا واقف في نهاية النص ده كان اداة نسخة التنسيق طيب ندخل على المجموعة دي كانت مجموعة مجموعة الحافظة طيب ندخل على المجموعة اللي بعد كده اللي هي مجموعة خط مجموعة خط فيها كل ما يتعلق بالخط كل ما يتعلق بالخط زي ايه؟ زي مثلا نوع الخط يعني مثلا يقولك اجعل مثلا كلمة الله بخط مثلا مهند هنفتح الس ونختار نوع نوع الخط المهند ونختار نوع الخط يا شباب تحدد الكلمة ونختار نوع الخط المهند زي كده طيب يبقى هنا ومعطيك في كل امر انت بتختاره ومعطيك الاختصار كنترول شفت بي كنترول شفت بي بي تقيلة يبقى ده حجم ايه الخط طيب نفتح الخط ونختار حجم الخط او 72 48 طيب بعد كده في عندي تكبير وتصغير ايه كبيرة وايه صغيرة يبقى برضو هنا تكبر ايه الخط والايه التانية الصغيرة تصغر ايه تصغر الخط يبقى انا عندي فيه كم طريقة ها طريقة من العداد والطريقة التانية من هنا وفيه طريقة تالتة اللي هو كنترول دال يكبر الخط وكنترول جيم يصغر الخط ياريت تحفظوا الاختصارات دي يا شباب كنترول جيم تصغير كنترول دال تكبير طيب نشوف الاداء اللي بعد كده الاداء اللي بعد كده a capital a small ده تغيير حالة الاحرف يعني انت لو بتكتب انجليزي مثلا كان فيه اصدارات الوفيس اللي هي من 2003 ان انت تكتب capital او small في البداية لكن الوقتي ممكن تكتب capital ممكن تكتب small وممكن نحول الكلمات زي ما هنشوف في الوقت لو انا جيت مثلا كتبت حولت اللغة كده وجيت كتبت مثلا نود كده المؤشر ناحية اليسار ونقول نكتب كده كلمتين طيب كتبنا كده حسن سعد وعشان نشتغلها على الاداء نشوفها تشتغل ازاي انا الوقتي كتبت الكلام يا شباب بالانجليزي هروح حدده واروح افتح السهم اللي جنب الاداء ونختار هنا بقولك احرف صغيرة يبقى كل الحروف هتكون ايه هتكون صغيرة هنفتح السهم ونختار احرف كبيرة يبقى كل الحروف هتاخد حروف capital نفتح هنا ونختار الاختيار التالت اللي هو حرف كبير في بداية كل كلمة يبقى يجيب لي حرف capital في بداية كل كلمة وده طبعا الافضل والمتعارف عليه في الانجليزي يكون في بداية كل كلمة ايه حرف كبير يبقى ما عادش عند الوقت فيه مشكلة من ان انا اكتب capital او اكتب في النص طيب نشوف الاداء اللي بعد كده اسمها مسح الايه مسح التنصيق طيب مسح التنصيق بتمسح لي التنصيق بتمسح لي التنصيق للاجراء اللي انت بدأت بيه خالص الكتابة تمام نضغط على مسح الايه التنصيق بيرجع لي الى البداية الخالص طيب ننزل نشوف الاداء اللي بعد كده في عندي هنا الخط المائل الخط عفوا الغامق control B وانا يمنيني ان انت تستخدم الاختصارات تستخدم الايه الاختصارات يعني مثلا هضغط control B كده خط غامق طيب لو ضغطت control control B من لوحة المفاتيح برضو الاداء الاختصار شغال معك يبقى الاختصار مهم يا شباب عشان في الاختبار ممكن يطلب منك باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح هتلاحظ عندي في الاوامر في يعني شكلين للامر اما ان يكون امر زي كده واما ان يكون امر وجنبه سهم يعني مثلا يعني البي خلاص مفاسة اليو فيها سهم وهنلاقي في ادوات اخرى فيها سهم وفي ادوات مفاسة بجوارها يعني او بيسار الاداء الاداء اللي فيها سهم يا شباب معنانى ان في اختيارات اخرى للاداء يعني مثلا خط مستر هيقولك مثلا يكون خط تستير مجدوج او يكون مثلا هنا تستير متقطع او يكون مثلا هنا تستير مموج لكن الخط المائل مفيش اللي اختيارين اثنين يا مائل يا غير مائل طب انا الوقتي اتلاحظ ان الاداة وغدى لون رمادي معناها ان الاداة هنا مفعلة الاداة مفعلة كل اللي انت هتكتبه بعد كده هيكون خط مائل طيب حابب افكد خط المائل احدد النص واروح اضغط على الاداة مرة اخرى اتلاقي الاداة ايه مفهاش اللون الرمادي معناها ان الخط هنا ايه مش غامق غير غامق طيب خدوا بالكوا بقى من الاوامر اللي فيها سه وفي الاوامر اللي مفهاش ايه سه طيب الخط برضو المائل اختصاره كنترول اي يعني مثلا تروح تقف على النص كده ونختار كنترول اي من لوحة المفاتيح هجيب لي الخط اللي ايه المائل طيب نيجي بقى يا شباب على الاداة اللي بعد كده اللي هو يتوسط خط يتوسط خط خلينا نشيل بس الخط اللي تحت كده برضو نرجح تاني للاداة اللي فيها سهم اي اداة هتلاقي فيها سهم هتلاقي من ضمن الاختيارات هتلاقي فيه كلمة بلا هتلاقي فيه كلمة بلا كل الاوامر اللي فيها سهم على يسارها هتلاقي فيه كلمة بلا يعني إلغي الخط اللي حابب يسألني يا شباب أو وقفني عند جزء معين يوقفني ويقول لي مثلا الجزء ده عيده تاني أو شرحه تاني طيب نيجي نختار هنا يتوسط خط قال يتوسط خط زي كده لكن ممكن في الاختبار يسألني سؤال آخر يقول لي يتوسط اجعل بسم الله الرحمن الرحيم مثلا يتوسط خطين مزدوجين طبعا هنا الأداء مفيش غير خط واحد وبعدين مفيش جنبها سهل طيب الحل يا شباب الحل ان احنا نروح نفتح الأداء اللي أنا ذكرتكم بها في البداية ليه اسمها إعدادات الخط إعدادات الخط هنفتح كده ونختار هنلاقي فيه أدوات أخرى زيادة يتوسط خط مزدوج يتوسط خط مزدوج ومديك نموزج هنا للمعينة ونقول له موافق فهتلاقي يتوسط خط مزدوج ودي دايما تيجي في الاختبارات توسط خط مزدوج ونقول له موافق يبقى هي هتتشال بس من على الجزء دا لكن بسم الله رحمن الرحيم هتفضل موجود عليه وده في كل الأدوات انت تستخدم نفس الطريقة زي كده طيب دا يتوسط خط مزدوج خلاص ناخد الأداء اللي بعد كده اللي هو الخط المنخفض والخط المرتفع وناخد عليها أمثل يعني مثلا كلنا درسنا مثلا رياضيات كنا نشوف مثلا مكتوب سين قس 2 خلينا نشيل الخط التصطير برضو نفس الشيء تفتح السهم هنا وتقول له ايه بلا سين قس 2 زائد مثلا صاد قس 2 طبعا أنا بكتبها صاد 2 أنا عايز أخلي الاتنين دي تبقى مرتفع الاتنين تبقى مرتفع هروح أحدد الاتنين ونضغط على X قس 2 او مرتفع الاتنين هنا برضو مرتفع طيب عايز أخلي مثلا السين منخفض يبقى نخليها منخفض زي كده تمام طيب مثلا في سؤال يقول لك مثلا مكة المكرم يقول لك مثلا اجعل كلمة المكرمة مرتفع ومكة تبقى منخفض مثلا على السطر يبقى نختار المكرمة ونختار مرتفع ومكة نحددها هنا ونختار ايه منخفض طيب هتقول لي أنا منش حابب أجيبها من هنا ممكن تجيبها من داخل ايه اعدادات الخط اللي هو المرتفع والمنخفض موجودة ايه معي طبعا هو هنا محطت كلمة هلامة صحة عند المنخفض عشان أنا وقف عند كلمة مين مكة عشان أنا وقف عند كلمة مكة طيب أما جيت وقفت عند كلمة المكرمة وفتحت الاعدادات قال لي الخط هنا ايه مرتفع يبقى ده برضو الخط المرتفع والخط الايه المنخفض نيجي لموضوع تاني الأداء اللي بعد كده تشوف الأداء أول ما شوف الأداء أشوف هل بجوارها أو على يسارها ساهم أو بدون ساهم لو على يسارها ساهم يبقى فيه اعدادات أخرى للايه للأداء زي ما اتكلم هنا يا شباب اسمها تأسيرات النص وأسلوب الطبع نفرض مثلا قال لك بسم الله الرحمن الرحيم اجعلها مثلا بخط مفرغ يبقى اختار خط ايه خط مفرغ زيك طيب الخط المفرغ اللي عندي هنا الإطار اللي مرسوم بيه الكلمة خط أزرج أنا عايز أخلي الخط هنا يكون خط طيب نشوف السؤال كده لو في حد بيسأل طيب النقطة الأخيرة اللي هي الخط المرتفع والمنخفض الخط المرتفع والمنخفض طيب الخط المرتفع والمنخفض يا شباب احنا قلنا ان أي كلمة احنا بنروح نكتبها بنكتب كتابة عادية خالص يعني مثلا نكتب مثلا معهد الخوارزم مثلا يعني وقال لك في الاختبار اجعل كلمة الخوارزمي مرتفع أو بخط بتنسيق خط مرتفع ومعهد بتنسيق خط ايه منخفض طيب احنا بنجي يا شباب عندنا طريق طيب الطريق الأولى طبعا هنحدد الكلمة لازم نحدد كلمة كلمتك طالما التنسيق مختلف احدد مثلا الخوارزمي واختارها من هنا مرتفع طيب مش عجبني ان انا عجبها من هنا ممكن نجيبها من اعدادات الخط نفس الموضوع بالظبط يبقى ده خط ايه مرتفع خط مرتفع طيب كلمة معهد هجيبها بالطريقة التانية احدد كلمة معهد ونفتح اعدادات الخط وبعدين نختار نقول له ايه منخفض ونقول له موافق يعني ده منخفض عن السطر وده مرتفع عن السطر اللي هو X2 X2 منخفض وX2 مرتفع تمام كده اي حاجة مش واضحة يا شباب ياريت ترسلولي على طول وانا نشرحها لك طيب نيجي هنا يا شباب على الخط المفرغ ممكن يقول لك مثلا بسم الله الرحمن الرحيم اجعلها بخط ايه بخط مفرغ فاحنا بنحدد الكلمة زي ما كانت موجودة وبعدين بنفتح الاداة هنا اللي هي اسمها تأثيرات النص واسلوب الطباعة ونفتح السهم ونختار عندي هنا اختيارات كتيرة طبعا كل كل اختيار من هنا له اسم يعني ممكن يقول لك مثلا تعباء ازرق لون التمييز مثلا ممكن يقول لك اجعل مثلا بسم الله الرحمن الرحيم تعباء اسود تعباء اسود ونقوم لك نفس الكلام اللي مكتوب هنا تعباء اسود لون النص كذا طيب نخلينا في الخط المفرغ كده احنا كنا بنتكلم بنقول الوقتي الاطار باللون الايه باللون الازرق وانا حايز اخليه باي لون تاني اسود مثلا احمر اي لون اطار النص سنقوم هنا اطار النص اللي مكتوب به الخط طيب نروح يا شباب نجيبها منين بنروح على نفس الاداة ونفتح السهم اللي عليها صار ونختار الاطار نختار الاطار ونختار اللون نختار اللون الاحمر تبقى يكون الخط مفرغ برده بس بلون ايه بالcoon احمر السؤال ممكن انه يطلبه منك نصا زي كده يقولك اجعل الخط المفرغ بلون احمر مسلا او باطار احمر او اجعل الخط المفرغ باطار اسود يبقى بنحدد النص وبفتح هنا الأداة وبعدين أختار الإطار وبعدين أختار وبعدين أختار شكل الإطار شكل الإطار اللي أنا هكتب به زي كده طيب نيجي يا شباب نتكلم على طبعا يبقى دي اسمها تأسيرات النص وأسلوب الإطباع فكل هنا تأسير مثلا يقول لك تعباءة متدرجة وفي الآخر انعكاس طيب تعاني شوف شكله كده هيكون فيه انعكاس انعكاس للنص خفيف طيب في عندنا في عندنا فيه تأسيرات النص وأسلوب الطباعة في عندنا الظل وفيه الانعكاس وفيه التواهش الظل والانعكاس والتواهش طيب تعال نشوف كده لو انا جيت على بسم الله الرحمن الرحيم اخترت هنا الظل وبعدين اخترت هيطلع عندي فيه ثلاث أماط للظل خد بالك فيه ثلاث أماط للظل فيه ظل اول شيء بلا ظل خلص لو انت مش عايز بظل خالص بلا ظل فيه خارجي وفيه داخلي وفيه منظور داخلي خارجي منظور تعال ناخد مثلا شكلي اللي ايه للخارجي زي كده اتلاقي فيه ظل اللي ايه للنص خارجي طيب انا هجيب لك بطريقة تانية ويكون اوضح كمان بس خلينا ناخد الظل الجاهز يبقى ظل داخلي ممكن اختار داخلي وممكن اختار منظور لكن تعالنا بقى ناخد الظل بشكل اخر اروح اختار احدد النص واروح اختار الظل وبعدين اروح اختار خيارات الظل هيجي يفتح معايا شاشة هناك شاشة نحية اليسار اول شيء لازم تسويه الاعدادات المسبقة اعدادات مسبقة هنفتح السهم هتلاقي فيه نفس التلات انماط من الظل اللي هو الخارجي والداخلي والمنظور هنختار خارجي بس ميزة بقى الطريقة هنا ان انت تقدر يعني هناك في الجاهز خلص بيجيب لك ظل خفيف اوي ممكن انت مكونش شايف حتى لكن هنا هنتحكم في الظل اول شيء نتحكم في اللون لون الظل اختار مثلا لون الاحمر وبعدين الشفافية طب قبل ما نجيب الشفافية نحرك المسافة مسافة الظل وزوية الظل شوف زوية الظل الظل هيدور حول النص 360 درجة دايرة طيب ويه تاني الشفافية ممكن لو انت دخلت جوا كده تقلل الشفافية فيظهر النص النص اوضح او ان انت تكبر الشفافية كل ما تكبر الشفافية كل ما يكون الظل ايه ابهت باهت في ايه في الدرجة يعني تمام يبقى انا عندي هنا الشفافية واللون والحجم شوف حجم الظل ياما قد النص ياما اكبر ياما اصغر وفي عندنا كمان حاجة اسمها الضبابية يعني يكون تقدر تقرى النص او ما تقدر الظل يعني تقدر تقرى نص الظل او ما تقدرش تقراه كل ما ترجع كده كل ما كانت الضبابية صفر كل ما كان النص اوضح كل ما زادت الضبابية كل ما النص ايه ما كانش واضح بالنسبة ده كل ده على الظل وليس النص طيب كل الادوات ديت يا شباب لازم اسويها قبل ما ما ابدأ اشتغل فيها لازم اختار اعدادات ايه اعدادات مسبقة اعدادات مسبقة طيب كده احنا سوينا لايه سوينا الظل طيب تعال نكتب بسم الله الرحمن الرحيم ننسخ كنترول سي عودوا بقى نرسوكوا على اختصارات لوحة المفاتيح كنترول في نسخ منها وعايز الغي الظل اللي انا سويته نلغي الظل ازاي موضوع بسيط هنروح نفتح حيني تأسيرات النص واسلوب الطباعة ونختار الظل وبعدين نختار بلا ظل شوف رجعني للاول خالص يبقى اخترت بلا ظل طيب انا مسحت الظل عشان اجيب اللي بعد الظل الانعكاس برضو نفس الشيء ياما تختار بلا انعكاس عنده يت او نختار او نختار من الانعكاس اللي موجود عندي اللي هو القوالب الجاهزة او التنسيقات اللي جاهزة طيب برضو ممكن نجيب زي كده او ممكن نروح نجيبها يا شباب منين الافضل ان احنا نقول خيارات الانعكاس انعكاس وبعدين اختار خيارات الانعكاس هيفتح لي هنا انعكاس والظل ليه فتح الظل علشان احنا كنا فتحينه طيب انا علشان ما اتلغبطش بين الظل وبين الانعكاس هجفل الظل نصغاره بس يبقى لو انا ضغطت على السهم كده بقى انا جفلت الظل على انعكاس طبعا احنا اتفقنا ان انت لازم تبدأ بالاعدادات الايه بالاعدادات المسبقة اعدادات مسبقة يعني نفتح السهم وتختار شكل الانعكاس بس لو انت وقفت على الانعكاس كده يقولك انعكاس مجدود تلامس هنا انعكاس مثلا هنا نصف انعكاس بازاحة كذا وممكن يطلب مني في الاختبار بنفس الاسماء والمسميات اللي بتظهر معاك تمام نصف انعكاس ازاحة بمقدار كذا طيب هنختار مثلا الانعكاس وبرده نقدر نتحكم فيه الشفافية تمام والحجم حجم الانعكاس والضبابية والمسافة لكن فيه حاجة هنا مش موجودة يا شباب اللي هو لون الانعكاس ليه ما فيش عندي لون في الانعكاس علشان معروف ان الانعكاس هيكون واخد نفس اللون منطقي يعني انت لو وقف قدام المراية هياخد نفس اللون الشخص اللي وقف قدام المراية ما بيبقى ده الانعكاس بياخد نفس درجة اللون غير الزل طيب ننسخ موضوع ده كده كنترول سي ونروح كنترول في ما بذكركم بالاختصارات طيب عايزة لغي الانعكاس في رقم ثلاثة هنروح نحدد وبعدين افتح هنا وبعدين اختار الانعكاس وقوله بلا انعكاس بلا انعكاس طيب ناخد الجزء الثالث اللي هو التوهج برضو التوهج نفس الفكرة هنا بلا توهج وفيه تنوعات التوهج لو انت اختارت كده على طول خلص هيجيب لك الايه نحدد النص ونختار التوهج ونختار زي كده جبل النص زي كده لكن لو انت عايز مثلا تكبر حجم التوهج وتغير في الاعدادات يبقى عليك بخيارات الايه بخيارات التوهج نفس الموضوع خيارات التوهج الانعكاس شغال نجفل نشوف كده لو فيه سؤال فضل فضل اي نقطة نسخ النص عدة مرات نسخه ما انت هتنسخه كنترول في ولا نسخ نسخ كنترول سي اللسخ كنترول في يعني مثلا مثلا شوف لو انت مثلا حابب تنسخ النص زي كده هو السؤال يا شباب بيقولك نسخ النص عدة مرات فانا كنترول سي خلاص انا نسخته اللسخ هنزل في سطر جديد كده وقل له كنترول في كنترول في كنترول في وهكذا يبقى هيتصق النص اكتر من مرة يعني تمام ما انا قلت لحضرتك هو هات كنترول في كنترول في كل ما تضغط كنترول في وينزل في السطر الجديد تمام نكمل يا شباب موضوع التوهج معلش نشرح الورد بالتفصيل والمحاضرات هتكون موجودة عندكم ان شاء الله الرابط ممكن ان انت تستعين بها وتسمعها مرة واثنين هتستفاد بها وطبعا كل اللي بيجي في الاختبارات انا بركز لك عليه اللي بيجي في الاختبارات بركز لك عليه طبعا كل ده مهم معلش بس السؤال تاني ايه اللي موجودة المحاضرة يعني المحاضرة بعد انتهاء المحاضرة ان شاء الله هترسل يعني في محاضرتين هيترسلوا لكم ان شاء الله اللي هو المحاضرة السادسة والسبعة جاهزين هيترسلوا لكم اليوم ان شاء الله والمحاضرة التمنة اليوم كل المحاضرات هتكون موجودة عندكم يعني بحد اقصى يومين بعد المحاضرة بتكون المحاضرة موجودة لا بتكون موجودة على الجروب على جروب كل المحاضرات الوقتي بترسل على جروب التليجرام اللي مش مشترك معنا يشترك في الجروب يا شباب ولازم تدخلوا على موقع سيرتي بورت وتسجلوا تسجلوا لبياناتكم يعني الاسم والاميل والاسم بالانجليزي والعنوان والكلام ده عشان ان شاء الله الشهادات لازم تدخلوا وتسجلوا على موقع السيرتي بورت وان شاء الله هيرسله لكم المعهد هيرسل الرابط على جروب التليجرام طيب نكمل يا شباب موضوع التوهج نفس الشيء نحدد الكلمة ونختار أو نحدد الجملة ونفتح هنا تأسيرات النص واسلوب الطباعة ونختار التوهج ونختار خيارات التوهج اما انا اخترت خيارات التوهج خد بالك ان انت تجفل الظل او المكاس حتى لو مفتوحين مفيش مشكلة بس وانت بتشتغل حاول تشتغل فين في الجزء الخاص بالتوهج طيب التوهج نفس الشيء اعدادات مسبقة شوف هنا ظهر معايا اللون يعني الحاجة الوحيدة اللي ما فيهاش اللون هو مين هو الانعكاس انما الظل فيه لون والتوهج فيه لون حتى ممكن يكون التوهج مختلف عن لون النص الفعلي يبقى هنا نختار اعدادات مسبقة لازم نختار اعدادات مسبقة قبل ما تبدأ في الظلة او التوهج او الانعكاس هنختار هنا نختار شكل التوهج مثلا اخترت شكل التوهج مثلا اللي هو باللون الاصفر زي كده وبعدين نحدد الايه وبعدين نحدد اللون شوف تحدد اللون ممكن انت اختارته باللون الاصفر وممكن انت تغير اللون من الداخل كمان وممكن نغير الحجم او شوف حجم الايه حجم التوهج الشفافية كل ما ترجع كده كل ما يكون الشفافية او الشفافية زي كده تزيد او تجل بالنسبة للتوهج طيب كده يا شباب كان موضوع الظل والتوهج والانعكاس وشوفنا الفرق ما بينهم ويذكركم انتوا لازم تختاروا الاعدادات المسبقة قبل ان تبدأ في موضوع الظل والتوهج عشان بدون الاعدادات المسبقة مش هشتغل معاك الثلاث اشياء الظل انا سيب لك كل واحد الظل والانعكاس والتوهج طبعا نقارن بينهم كده ان الظل ممكن نغير اللون والحجم الشفافية والكلام ده كله كل ده مشتركين فيه مع بعض ما عدا الانعكاس مفهوش لون لان الانعكاس بياخد نفس درجة الايه نفس درجة لون النص طيب ندخل على اداة تانية مهمة برضو بتيجي في الاختبار اللي هو تمييز النص لون تمييز النص طيب تمييز النص يا شباب طيب تمييز النص تعال بس نشيل الخطين المزدوجين كده قلو بلا يعني ايه تمييز النص طبعا فيه جلم اللي هو جلم التحديد اللي احنا بنجيبه من المكتبة كده بنرجعه 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 جبل الاختبارات بنركز على الاشياء المهمة مثلا فيه الكتاب وكده هي نفس الفكرة بالزبط مثلا انا حابب اميز كلمة الرحمن يقولك ميز كلمة الرحمن مثلا ويقولك لون معين طبعا هنا مش كل الالوان هنا بتكون الوان ايه؟ يعني مش كل الوان درجة الالوان اقصد لا التمييز بيبقى الوان بس الالوان اللي هي ليه؟ الالوان مميزة فمثلا يقولك ميز كلمة الرحمن باللون الاصفر او باللون مثلا الاخضر او لون هنا يا شباب اسمه تركوازي عشان تبقوا عارفين برضو الاسم اللي هو اللون الازرج الفاتح تمام؟ يبقى دا اسمه تمييز لايه النص تمام؟ لازم تحدد الكلمة الاول وتختار تمييز طيب احنا اتفقنا ان الاداة دي جنبها سهم افرض جاب لك النص مميز وقال لك إلغي التمييز يبقى هنفتح السهم هنا ونختار لايه بلا لون نحدد بس الكلمة كده ونقوله بلا ايه بلا لون تاني يا شباب نعيدها تاني اول الرحمن وبعدين نختار الايه وبعدين نختار بلا لون وبعدين اروح اسحب على الكلمة تاني اسحب على نفس يعني بلا لون لكننا باخد لون وبعدين اسحبه او امرره على نفس الكلمة هيتلغى الايه التمييز طيب ناخد الاداة اللي بعد كده والاداة الاخيرة في مجموعة الخط اللي هو لون الخط لون الخط مثلا عايزين نلون باسم بلون هنفتح السهم لعداة جنبها خط يبقى لازم جنبها سهم مثلا نختار خط زي كده ونختار اللون ايه لون زي كده هدلو اي سؤال يا شباب في مجموعة خط او مجموعة حافزة بس اذكركم ان الاختصارات لازم تكونوا حافظينها ان شاء الله يعني بكرة ان شاء الله تكونوا حافظين معي الاختصارات الاختصارات المهمة يعني مثلا النسخ القص اللاصق الخط المائل الخط الغامق الخط المسطر تجبير الخط كنترول دالت تصغير الخط كنترول جيم تراجع كنترول زد تحديد كل كنترول ايه كل الاختصارات دي تكون موجودة وحافظينها ان شاء الله من بكرة كلها موجودة في الورد يعني لو انت وقفت بس على الامر كده يجيب لك الايه يجيب لك الاختصار طيب ندخل على مجموعة فقرة طيب الليك سؤال يا عبدالله تمام تمام طيب ندخل على مجموعة فقرة يا شباب بس قبل ما ندخل على مجموعة فقرة تعالى بس ناخد ايه تعريف كده للفقرة إذا ما نسخ معايا الكلمة ممكن الاعدادات في الاختبار تقصد يعني هو الاختبار الاختبار بيقولك مثلا انسخ الفقرة باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح يبقى انت لازم باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح استخدمت غير كده هيبقى خطأ تمام الاوامر المهمة عندنا اللي انا قلتلك عليها الامر الناسخ القص اللاصق تكبير الخط تصغير الخط خط المائل خط الغامق اللي هي الاشياء المشهورة والاخصر استخداما تمام طيب نشوف يا شباب ندخل على مجموعة فقرة في الربع ساعة اللي بعد كده نحاول نحاول انا الان هو امر الناسخ انت بتضغط ctrl c ما بيبانش نسخ لازم ما تيجي تسوي بقى ctrl v نسخ يعني اتنسخ في اتنسخ في الزاكرة في ذاكرة الحاسب سوي ctrl v للي انت نسخته هيتنسخ معاك او هيلسخ معاك النص اعدادات النسخ يعني اعدادات النسخ اعدادات النسخ طيب ممكن اعدادات النسخ لو مش بيشتغل معاك ممكن تروح بقى تدور عليها فين في ملف هتدور عليها في ملف وانا هشوفها لك ان شاء الله بس عشان وبعدين تدخل على اكثر وبعدين تدخل على خيارات وتبدأ تدور بقى في الايه دور في الاعدادات كده الخيارات المتقدمة ندور في الخيارات المتقدمة اللسخ داخل نفس المستند هنا موجود عندك استخدام القص والاية واللسخ تحط عليها علامة صح هنا في خيارات متقدمة تمام اي شباب لو النسخ والقص واللسخ مش شغال معاك ندخل على مجموعة فاكرا لازم نعرف التعريف يعني تعريف الفاكرا تعريف الفاكرا في الورد ممكن حد كده يرد علي كده يقول لي تعريف الفاكرا عشان ده يريحنا كتير بعدين ان احنا نعرف تعريف الفاكرا ايه هو تعريف الفاكرا تعريف الفاكرا تعريف الفاكرا تعريف الفاكرا تعريف الفاكرا يا شباب هو مجموعة من الحروف او الكلمات او السطور بتنتهب الضغط على مفتاح الادخال انتر يعني لازم تكون انت بعد ما كتبت ضغطت انتر طيب هل لو مثلا انا كتبت اثنين كده وضغطت انتر وضغطت انتر بقى اسمها فاكرا ايه بقى اسمها فاكرا لو كتبت محمد وضغطت انتر بقى اسمها فاكرا لو كتبت ميت سطر وضغطت انتر بقى اسمها فاكرا يبقى الفقرة مجموعة من الحروف او الكلمات او السطور تنتيب الضغط على مفتاح الادخال انتر تمام طيب في عندنا اداة هنا موجودة في نفس المجموعة اللي هي مجموعة الفقرة الاداة دي اسمها ايه ازهار لو انا ضغطت عليها هيجبلي ازهار الفقرات ازهار نهاية الفقرات هنا ضغطت انتر هنا ضغطت انتر هنا ضغطت انتر وفي الاخر هنا اللي هو بداية ونهاية ايه الفقرة يبقى الاداة دي بيتعرفك انت فين نهاية الفقرة علشان ده مترتب عليها اشياء كتيرة زي ما هنشوف بعدك يبقى الفقرة تعريف الفقرة مرة اخرى عدد من الحروف الكلمات والسطور ينتيب الضغط على مفتاح الادخال انتر طبعا عشان اشيل العلامة برضو نفسي ايه الاداة اي اداة ما في هالسهم بنضغط على الاداة يتشتغل نضغط على الاداة خلاص تبقى غير مفعلة طيب هستفاد ايه بقى يا شباب من الفقرة اول شيء هنستفاد التعداد النقطي والتعداد الرقمي تمام والتعداد اللي هو تعداد متعدد المستويات او قائمة متعددة المستويات طيب تعالوا نشوف التعداد التعداد اللي ايه النقطي التعداد النقطي هروح يا اما تكتب مثلا الكلام كده محمد وتضغط انتر لازم تضغط انتر وتقول له مثلا احمد مثلا خالد وحابين نعمل تعداد هحدد الكلام ده كله واروح افتح السام هنا ونختار ايه شكل التعداد اوه شكل التعداد بعد ما تكتب ماشي او قبل ما تكتب ما في مشكلة طيب نشوف قبل ما نكتب هنفتح السام ونختار شكل التعداد من البداية مسلا هختار شكل التعداد زي كده ونكتب مسلا محمد انتر هيجيبلي التعداد على طول خالد تمام وهكذا طيب افرض انت كتبت كده وما دغطتش انتر شوف انا ما دغطتش انتر خلص في السطر اللي بعده مش هيجيبلك تعداد يبقى التعداد شغال مع مين الفقرات وليس السطور اول ما تضغط انتر يجيلك تعداد طيب انا الوقت يا شباب سوي التعداد وحابب اغيره لتعداد اخر اروح نفتح السام ونختار شكل التعداد ده تمام طيب هفترض مثلا ان انا عندي تعداد وعايز اجيب شكل اخر يعني غير الاشكال اللي موجودة هنا غير الاشكال اللي موجودة هنروح نختار حاجة اسمها تحديد تعداد نقطي جديد نضغط عليه وبعدين هيقول لك صورة ولا رمز ولا الخط هنقول له مثلا رمز ونقول له موافق هيفتح لي مجموعة الرموز طبعا هو هنا فتح لي مجموعة اسمها ايه وينج دينجز ممكن انت تفتح السام هنا وتختار مجموعة تانية تفتح كده وتختار اي مجموعة تعجبك يعني اه تمام مثلا هفترض ان انا مثلا عايز الشكل ده كده ونقول له ايه موافق تمام ونقول له موافق خلاص جاب لي الشكل هنا كده الجديد ومش بس كده ده هو اصبح كمان موجود فين موجود معايا في المكتبة موجود معانا في المكتبة اللي هو الشكل اللي ايه الشكل الجديد طيب ان نشوف نغيره تاني كده تحديد تعداد نقطة جديد رمز نختار مثلا رمز الهاتف زي كده ونقول موافق ونقول له هنا ايه موافق نفتح كده السه هنلاقي موجود هنا تمام يبقى بيفضل معك طيب حابب تحزي في الرمز يا شباب بنضغط عليه مين ونقول له ايه ازالة من القائم يبقى انا عندي اتعداد النقطة اول شيء شغال مع الفقرات يعني لازم يكون فقرات ونحن عرفنا الفقرة من البداية لان الفقرة دي هنحتاجها في كل الادوات اللي هنستخدمها في مجموعة فقط يبقى لو انت ضغط مجموعة من الحروف او الكلمات او السطور بتنتهي بالضغط على مفتاح ال ايه الاتخال انتر ده خاص بالتعداد ال ايه بالتعداد النقطة طيب انا كتبت يا شباب تعداد اوت وبعدين في عندي هنا حاجة اسمها زيادة المسافة البداية وانقاص المسافة البداية افرض عايز افرع مثلا من التعداد ده افرع تعداد اخر يعني اروح اضغط هنا على زيادة المسافة البداية جاب لي هنا شكل اخر من التعداد طالما انت عملت زيادة او انقاص يختلف شكل التعداد اروح نفتح السهم ونختار مثلا تعداد زي كده ونكتب ونضغط انتر ونكتب ونضغط انتر وهكذا يبقى انا لو انا مثلا جيت فرعت من تعداد خالد فرعت منه تعداد اخر طيب حابب افوت التعداد يعني السطر اللي جاي ما يكونش فيه تعداد هاضغط انتر هاضغط انتر تاني خلاص كده احنا خرجنا منين من التعداد واضح كده يا شباب طيب هنعيد النقطة تانية بسرعة كده التعداد النقطي يعمل مع الفقرات التعداد النقطي يعمل مع الفقرات هروح نفتح السهم ونختار شكل التعداد اللي احنا هنكتب به ونكتب مثلا محمد ونضغط انتر ونكتب احمد حابب ادخل افرع من مثلا تعداد احمد مثلا افرع منه انا بيعطي امثلة بس افرع يبقى اسوي زيادة المسافة البداية ونروح نختار شكل التعداد شكل التعداد جديد ونكتب طبعا احيانا بعض الاشكال يا شباب مثلا تبقى موجودة عندك داخل بشكل وهنا بشكل اخر بس مش كتير يعني بعض الرموز اللي احنا ممكن نجيبها هنا شكلها مثلا كان كتاب وهنا ما جيت اخترته جابلي الشكل الشكل زي طيب ده كان موضوع التعداد النقط يا شباب تمام واعرفوا ان التعداد ممكن ان احنا عشان اخرج من التعداد اضغط انتر فطلعني للرئيسي واضغط انتر كمان مرة يبقى انا كده هخرج من التعداد طيب احنا كده خلصنا محاضرة اليوم ويا المحاضرة رقم 8 ان شاء الله يا شباب بكرة هنكمل الورد عد ما احنا مواكفين كده عند مجموعة فقرة فلو في حد له اي سؤال كده في الديجيكتين اللي متبقيين اي سؤال طيب ماشي نشوف كده لو في سؤال هو رابط التحضير طالما حضرتي نفسك مرة خلاص يعني هل تم تحضيرك مرة قبل كده مرة واحدة تكفي ايوه مرة واحدة تكفي رابط التحضير مرة واحدة هيكفي لكن اللي ما حضرش خالص عفوا لما حضرش خالص رابط التحضير اللي ايه المعهد بيرسله يعني في بعض الايام كده بيكون يرسل مش في كل الايام يعني واشكركم يا شباب ونشوفكم بكرا ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته